شكراً سيد الرئيس أي روح تفقد بمثابة مأسا فما من هرمية في الموت ولكن سبب حضورنا لهذه القاعة قد تناساه الكثيرون كأنه لم يكن ولكن وقبل أسبوعين فقط من هذا الزمام قام أرهابي حماس بقتل أكثر من 1400 إسرائيلي هذا أمر لا يذكر في الملاحظات من صديقي الأردني بأيديهم وبأسلحتهم الذين نبثوا الضعر في نفوس شعب إسرائيل تهديدات حماس مستمرة وإيران وزرعها حزب الله وآخر هذه تهديدات مستمرة وتهدد المنطقة بأسرها ومنذ ذلك اليوم السابع من أكتوبر أكثر من سبعة آلاف فلسطيني وبالأمس عندما تحتوا إلى المجد أن كان العدد يفوق الخمسة آلاف لهذا لنا أن نرى نجد الحاجة لرد سريع من هذه المنظمة لمواجهة الأزمة الإنسانية من يعيش تحت طغيار حماس قتل ومليون منهم شردوا هذا ما دفع بهذه الهيئة لعقد هذه الجلسة الطارئة ونحن نرى ونعترف بالجهود الجبارة التي بذلها من صاغ هذا القرار لأخذ في الحسبان التعليقات ونحن ممتنون لهذه الجهود التي قد مكنتنا من تحسين جودة النص بشكل ملموس وللأسف كندا غير قادرة على تأييد هذا النص في صيغته الحالية لا يمكن لنا أن نعمل كجمعية العامة للأمم المتحدة دون الاعتراف بمصيبة السابع من أكتوبر ودون التنديد بالإرهابيين المسؤولين عن هذا الحدث لهذا فإن كندا تطرح تعديلا على القرار المطروح هنا يهدف إلى التنديد بهجمات حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر واختطافها للرهائن المستمر احتجازهم وإذا لم تعتمد هذا التعديل فهذا يعني أن هذه الهيئة ستعتمد قرارا لا يذكر حتى وفي أي موضع فيه المنظمة التي ارتكبت أسوأ هجمة تاريخية إرهابية في التاريخ ونحن مضطرون جميعا لتحمل هذا الفشل مع استمرار المأساة التي نشهدها غرض هذا التعديل بسيط لا يهدف إلى غسل صفحة أحد الحقيقة هي الحقيقة قتلت حماس واختطفت الأبرياء ابن الرجال والنساء والأطفال ونحن في هذه الجمعية واجب علينا أن نسمي أمرين بمسماياتهما لم يذكر في مشروع القرار منظمة تتحمل مسؤولية هذه الأحداث وأثارها وقسوة أعمال القتل والاختطاف التي تبقى قائمة تعددنا يفعل ذلك لا أكثر ولا أقل إن أفعال منظمة إرهابية يجب أن لا يتم خلطها بالشعب الفلسطيني ما من أحد ينكر الظعر والإرهاب الذي تقترفه حماس نطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن وأن يعامل الرهائن وكل المدنيين برحمة وإنسانية 41 دولة منها أشخاص بين الرهائن وعلينا أن نضع حدا لهذه المعاناة جميعنا يدرك في هذه القاعة أن للحرب قواعد ونحن علينا جميعا أن نعمل على حماية المدنيين وأن نحترم أقل الإنساني ونضمن حماية العبلي في المجال الإنساني في كافة الأوقات المدنيين في غزبين فذلك المضافي الأمم المتحدة يستهدفون بشكل مأساوي وغير مقبول ونطالب ببعالجة الوضع الإنساني السيء أن الوصول الفوري للمساعدة ودون أي عراقي الأساسي لهذا نؤيد الحاجة لهدنة الإنسانية نرحب بجهود المتحدة ومصر المتحدة بتوفير المساعدة عبر معبر رفح وهذه خطوة إيجابية أولى ولكن الكثير الكثير مطلوب حتى يومنا هذا تبرعت كانت بستين مليون دولار في المساعدة الإنسانية تتوجه لشركاء موثيقا به في الأمم المتحدة وصليب الأحمر لتلبية احتاجات الفورية مدنيا ونحن مستمرون بضامان مساعدة دعمنا لتوفير الماء والغذاء والمساعدة المقلل للأرواح لمن يحتاجها ونحن ننظر إلى المنطقة بكملها فالضروري أن يكون العنف الذي نشده في إسرائيل وغزة أن لا ينتشر هذا إلى الضفة الغربية وإلى أي مكان آخر أن هشاشة الأوضاع في شمالي حدود إسرائيل مع لبنان أمر يخلقنا وأن التصعيد الإقليمي يبقى خطرا محدقا ولهذا فنحن نأمل أن تقوم الدول المجاورة أو أن لا تجر هذه الدول المجاورة إلى هذا النزاع بشكل أكثر بصراحة سيد الرئيس كندا تدعم حق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنب إلى جنب في سلام وفي أمن علينا اتخاذ خطوات أساسية لخطنا هذا الطريق وأن إنهاء هذه الهجمة الإرهابية بعد تحلينا بالشجاعة بتسميتها بالإرهابية وإنهاء سلطة المنظمة الإرهابية في المنطقة عليها أن تكون من خطوات نتفق عليها جميعا أنها خطوات مطلوبة ولهذا فأني أطلب منكم جميعا دعم هذا التعديل الذي يطفي التوازن على هذا القرار ويسمي الأمور بمسمياتها نقترح هنا إضافة وقائعية وعادلة إذا اعتمد هذا التعديل فأنه تسمح لكثير من دول الأعضاء بدعم النص ونصي ككل بما في ذلك كندا نصي مشروع القرار وشكرا سيدنا ترجمة نانسي قنقر